تعالوا فقا نروح للبريمير ليج يا حضراته بري وينكم ما ينفعش برضو نتكلم عن افتتحية الدوري الانجليزي من غير ما نقف عند ابننا مو صلاح نحكي لكم عمل ايه وحقق ايه اللي حصل ان حساب الدوري الانجليزي بريمير ليج يعني احتفل بالهدف اللي احرزه الملك المصري محمد صلاح في مرمى فولهام بالامس المتش انتهب بالمناسبة بنتيجة التعادل اتنين اتنين لكن الحقيقة فيه رقم قياسي لازم نقف عنده ولازم نقوله لحضراتكم محمد صلاح رقم قياسي فريد في تاريخ مسابقة البريمير ليج بعد ما اصبح هو اول لعب في تاريخ الدوري الانجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية للموسم السادس على التوالي ده غير انه يعني ضمن قائمة الاكثر تسجيلا للأهداف في الافتتاح برصيد 8 اهداف مع روني وشارر ولمفرد الحقيقة وقال حساب البريمير ليج عبر تويتر عن محمد صلاح وصفوه بالقاتي قالك لا يمكن ايقافه محمد صلاح ينضم لقائمة الاكثر تسجيلا في المباراة الافتتاحية للبريمير ليج برفقة وين روني وآلان شارر وكمان فرانك لامبرد برصيد 8 اهداف كمان احتفى واحتفى لنادي ليفر فول بالملك المصري محمد صلاح وكتب على تويتر وقال مقياس النظر الطاقب 6 على 6 تماما مثل مقياس صلاح التهديفي في المباراة الافتتاحية تاريخ يكتب باقدام من ذهب يامو وهو الحقيقة تاريخ يكتب باقدام من ذهب يامو يام شرفنا ربنا يديمها عليك نعمة ودايما كده بتسعدنا كمصريين وكعرب وتشرفنا في كل مكان في العالم مش بس في البريمير ليج الحقيقة